الله تفى اللي يدفع على الزهر ذاكي البعض وميحسينها سقاط ويضي اللي يعملها صار خلوا الله أكبر أو خلوا دميع زينك عامتك سكشة وجي يسمي حسين جدك عارضوني فياب عجل يا بهدي صاحب زينك عجل يا ماد بسم الله الرحمن الرحيم وكل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغايدا وناصرا ودليلا وعيناه حتى تسكنا ورضك طوعا وتمتعه فيها طويل برحمتك يا أرحم الله صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى هالك المعصومين المظلومين دعنا الله ظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم أمن من لجى إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوذ فوزا عظيم أقصد حسينا وزره ليلة الجمعة أقصد حسينا وزره ليلة الجمعة هذه الملائك عند القبر مجتمعا والمصطفى أحمد يبدي له جزعا والمرتضى حيدر بالحزن وافاه أبصر بغلبك فايط ما الزهرى تعدو وقد نسيت في ظلعها الكسرى حتى إليه دناويت لم تحتمي الصبرا أهوت عليه تنادي وحسينا أهوت عليه تنادي وحسينا لفي لها إذ تنادي آحيا ولدي من ذلك فرز بين الرأس والجسدي أجيت بالدمح يروي خلة الكبد لكنها انتثرت بالسهم ويلة بين البتولة تبكي إذ أتت زينا صاحت حبيبي وضجت بالأسات الحم شاء الزمان بصوت الشمر ينظر وأن نساخ إلى الطاغ سبايا أنا الأميرة هالأسبى إلى الخصر أنا العزيزة هل أبغى بلا خدري أخت الكفين وتحدوني يد الشمر أخيك أمرين بعدك جرعنا أخويا رذنا القام بأين بليل يمشون حتى لا على الشام يمرون يمرون يخويا شلان قل بالبقشلان أشكثر عدهم حجر خويا يرامون يرامون ويصيحون الخوار يجهل يصيحون والله أنا الجنت بالكوف الأميرة الأميرة وكوين اليوم طبا أسيرة أخويا شاين من الزلم عند عشيرة يا عشيرة الحاد الحاد مر من يم زينب وفات وقفوا بباب لي كرهون وقفات وقفات سمعوا زيانة بأغسج شلمات هاي الأخوها من العطشمات هاي أخويا عفت حسيا نخويا الحلو طبعيا أنا شالدة وشفت مقطوع صبعا هاي الفرقة وداعتك خويا صعبة جثث من دون روس إحناك ربعا ربعا هاي صاحت مشي أنا مشي أنا خويا مشي أنا والرماح الشاي للروس الخيل مدمر دم كانت الدوس لجن خدرنا بريحة العباس محروس خويا مش راع الأمر وعيب يرجى الهضم نرويس خواني التقطيح وعلى الشمات يا واسفت التوى الزوى اي بيشي أنا نبشي والدمع شنول يجيبه يجيبه مكسور الظعن ميته دابه خويا نفاش داب الزلم هيبه من بنت بشار بحليبه أي ظ الماي ظ الماي ظ الماي ظ الماي ظ الماي ظ الماي который يا شامعاتنا الكبير فشلون ظلماء على فقد الأخو الراح من دي على فقد الأخو الراح يا من دي لا حول ولا أغفة إلا بالله إنا لله وإنا إلا وانتم من المحسين أعطر أفواكم بالصلاة على محمد وإهلي محمد بسم الله الرحمن الرحيم أنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون في كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية أي مجتمع يكون فيه غوانين لابد أن يكون فيه رؤى ومفاهيم طبيعي إذا كانت هذه الغوانين والمفاهيم والرؤى تعتمد على أن الإنسان يتحاور مع الإنسان الآخر يعني أتحاور معك يستمع إلى وجهة نظر قد تكون مخالفة لوجهة النظر الأخرى يلتغي معه يسلم عليه يكون معه هذا مجتمع متآزل متعاضد متعاون لكن لا سمح الله إذا عكست المفاهيم وجاءت رؤى ومفاهيم وغوانين تدعو إلى البغضاء والجفاء وأن الواحد ما يحاور الآخر يهرب منه شوفه بالسلام يمر يسلم على فلان يترك فلان يروح هذا يترك هذا وإذا انعكست هذه الأمور يكون مجتمع عكس ذاك المجتمع كل جفاء وعداء قبل مجيء الإسلام شنو كان شنو المفاهيم اللي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي ما هي الغوانين اللي كانت موجودة الرؤى اللي كانت مهيمنة على هذا المجتمع نستمع إليهم في أشعارهم الشعر ديوان العرب كما يقولون كان هناك أهمية للشعر والشاعر أيضا وقد كتبوا بعض الغصائد بماء الذهب وعلقوها أو وضعوها في جوف الكعب لأهميتها فتشوف شعرهم هو اللي هو اللي يحكم بغاة ظالمون وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجباب بلصاقرين نحن هالبغض وعداء وحتى أطفالنا نرضحهم البغض والعداء هذا قانون مفهوم هذا كان موجود شاعر آخر يقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم يوم الكريهة عما قال برهانا يعني أخوي بن عمي أفزع معاه بعد حق وباطل ما أسأل صح وغلط ما أسأل أخوي بن عمي موجودة هذه بعض المجتمعات موجودة ما أسأل عنها يقول هكذا ولذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول ليس من العصبية أن يحب قومه أهل عشيرته صلى الله عليه رحم بالعكس ولكن العصبية التي يؤثم عليها الرجل هو أن يرى شرار قومه خير من خيار قوم آخرين أشوف أخوي هذا المعتدي بن عمي القاصب المعتدي السارق أفضل من قوم آخرين عائلة ثانية عندهم ناس أخيار والله لأن أخوي هذه عصبية يؤثم عليها الرجل شاعر ثالث ماذا يقول يقول إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجل فتى كيما يضر وينفع يا أخي إذا ما تقدر تصير شخصية معروفة بفعل الخير صير شخصية معروفة وشنو بفعل الشر أهم شيء تكون معروف هذا مفهوم كان عندهم وشاعر أخير ماذا يقول يقول وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا إذا ما لقنا واحد نحتد عليه ونروح أخونا موجود يامنا مو بعيد فيقول هكذا المفاهيم في ظل هذا الجو المليء بالبغضاء والعداء وإذا بالإسلام يأتي والقرآن ينزل إنما المؤمنون أخوة بعد ما أكو فلان منا وفلان منا ولذلك تشوف بداية الإسلام صهيب الرومي من الروم سلمان المحمدي من فارس بلال الحبش من بلاد الحبش أبا ذر الغفاري عربي جميعه من صهروا في بوتقة الإسلام بعد ما أكو ويقول الإمام العسكري سلام الله عليه قال العالم فيما يقول عن أبيه الإمام الهادي المؤمن أخو المؤمن من أمه وأبي مو أخوان أشقاء لا نحن نتكلم عن المؤمنين بعد ما ما رحنا لأشقاء أخوان المؤمنين الأخوة في الدين من أمه وأبي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الأخ المكتسب في الله أغرب الأغرباء وأرحم من الأمهات والأباء يظل معاك الآخر لحظة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المؤمنون تتكافأ دماهم هم يد على ما سواهم يسعى بذمتهم أدناهم أدنى واحد هنا واحد ما مسلم يقول أنا أطلب لي فلان مسلم أنا يسعى أنا أدناهم يسعى بذمتهم أدناهم ولذلك تشوف رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الهجرة بمكة آخ بين المهاجرين أنفسهم ولما جاءت الهجرة المباركة وضع يد المهاجر بيد الأصالي فلان مع فلان يقول فبقي أمير المؤمنين وحيدا الحالة فجاء وقد غرورغت عيناه بالدموع قال حبيبي سيدي يا رسول الله أراك تركتني وحيدا تأخذ قال أنما ادخرتك لنفسي أنت أخي في الدنيا والآخرة يا علي اللهم صلى على محمد وآله محمد نما ادخرتك لنفس أنت معي فلذلك شوف الآية المباركة تقول إنما المؤمنون أخوة الأخوة ماهو الذي نعرفه معنا أخوة من أم وأب أخوة من أم واحدة أخوة من أب واحد وجاء إخوته يوسف أخوان الأخوان مجموعة من الأخوان الأصدقاء يجمحهم هدف واحد عقيدة واحدة قضية واحدة القرآن الكريم ما قال إنما المؤمنون إخوان بل أنزل الأخوة في الدين منزلة الأخ الشقيق من الشقيق منزلة الدم من الدم يقدر الله لكن قال لا المؤمنون هو أنزلهم حتى تكون هكذا تكون علاقة المؤمن بالمؤمن تكون علاقة الله سبحانه وتعالى آخة بين الناس القرآن الكريم دعانا للأخوان ينصير أخوان في الدين قال إخوان بالدين وتركنا هذه الشريعة المقدسة فإذا دعت إلى شيء وحثت على شيء وأمرت بشيء تبغى مع هذا الشيء حتى تجني الثمار من هذا الشيء يعني ما قالنا الله صير أخوان وتركنا بل رتب أحكاما على هذه الأخوة شنو الأحكام أول حكم أن تدعو لأخيك المؤمن غبل أن تدعو لنفسك أن تدعو لأخيك المؤمن هذه الأخوة وعلمان يقولون ما الدعاء المستجاب هو دعاء المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب طبيعي يا أخي أنا أصلي ودعي لك أكيد أنت أخوي في الدين ودائما أشوفك ومعاي وأصدقائي الوجوه تحضر أمامي وأنت أكيد تدعو تصلي وتدعو لي ما بيننا مصلحة وما بيننا الدعاء صار بفلوس مثلا مثلا يقول أسألك الدعاء يقول لدعاءك أحوج لماذا يخذ دعاءك أحوج لماذا أدعي لك لماذا تصير بخير أدعو دعاءك أحوج سامحها الكلمة ويردها على هذا وهذا يرجع على هذا دعاءك أحوج لماذا دعاءك أحوج نسألك الدعاء هي موفغ معجور أدعي لك بالغيب بظهر الغيب أدعي لك دائما يقول هذه كلمة يريد يهرب منها دعاءك أحوج فلذلك دعاء المؤمن لأخيه المؤمن البعض يحب يخبر أخوانا والله دعيت لك البارح لا نقول لدعاء المؤمن لأخيه المؤمن مستجاب بظهر الغيب يكون دائما قبل أن تدعو لنفسك تدعو لأخيك المؤمن بعد حكم آخر رواية تقول إذا كنت صايم صياما مستحبا صيام مستحبا ودعاك أخوك المؤمن قالك تعال تغدى اليوم الغدى عندنا الظهر اليوم من الأفضل تبغى على صيامك لو تجيب دعوة أخيك إجابة دعوة أخيك المؤمن تعادل ستين صياما مستحبا بس ما تكلف عاد تروح لو الله نصايم والخاطرة كان لو أنت لا تكلف وصيام مستحب يا أخي والله كاتب لك والله نصايم كنت ولو ما أنت كلمتني لا تكلف هو ما يدري وأنت ما تدري هذا حكم بعد وغف أهل البيت سلام الله عليهم موقف صعب من العمل مع السلطان الجائر قال الإمام الكاظم سلام الله عليه كفارة عمل السلطان الإحسان للأخوان أي السلطان الجائر طبعا الإحسان للأخوان علي بن يغطين كمثال كان وزيرا في البلاط العباسي وجود الإمام الكاظم شلون وموالي بعلم الإمام برضى الإمام خلص أمور الشيعة المؤمنين ودائما يدخل على الإمام أي يوم يدخل على الإمام فحجبه الإمام قال لا تدخل حجب الإمام كل يوم يدخل قال والله لا أرضى عنك حتى يرضى عنك أخيك صفوان ابن يحيى يمكن أن يكون هناك معاملة مثل الجماعة تذهب إلى هذا الشغلك خالص رفيجك منك يودك إلى واحد آخر تذهب إلى واحد آخر يمكن أن يستغلك فقال لا أرضى عنك حتى يرضى عنك أخيك صفوان ابن يحيى وين بالكوفة ما بالمدينة فتدل ليلة راح حتى وصل إلى دار صفوان ابن يحيى طرق الباب فنادى من في الباب قال أنا أخوك أنا أخوك علي بن يغطين قال ماذا يفعل الوزير على باب الفغير بعد بقلبه شيء عليه قال لا يا أخي افتح المؤمن لين يعني خلاص إذا ياك أخوك ورجعلك وكان غلطان مثلا خلاص يا أخي شنون قلبت الدنيا حدود مثلا بيننا وبين الأخو أخو حدود دول هي خلاص لا العتاب الزائد يولد مشاحنات ونبدأ من نرجع نقطة الصفر ما قدمنا أي شيء خلاص ياك أخوك وأعتذر أهلا وسأل انسى شوية أيام بسيطة هي هل تشوف قاعد نودع أحباب فافتح يا أخي أنا أخوك المؤمن لين فتح للباب فتح الباب قال والله لا يرى عني مولاي باب الحوائج مؤسب نجعفر حتى ترى عني أنا يا يك بس مع اسم الإمام قال والله يا أخي أنا رضيت تشوف اليوم مشاكلتي بالهم سادة علماتي بالكبراء غوم ما أكو أبدا هذا بس مع اسم الإمام قال والله يا أخي لقد رضيت ما أليت شيء قال لا أنا مراضي على ابن يرطين حتى تطأ بنعلك هذا على صفحة خدي حتى بعد ما عيده ييني أخوي ما أخصه ويغضب علي إمامي هذا إمام زمانك كيف لون الآن وياك قال لا يا أخي ما يصير أنت أخوي ومؤمن ووزير قال لا لا ما أروح اليوم فيقول وطأه نعم وطأ على صفحة خده بنعلي رجع للإمام سلام الله عليه لقى الإمام فاتح بابه أهلاً بشيعتنا ومحبينا اللهم صلى على محمد وآله محمد كلمة شيعة لا ينطلق علي واحد محبينا موالينا لا قال لشيعتنا ومحبينا لأن يرخص نفس الأخوة الله رتب أحكام سبحانه وتعالى لكن أنا وانت شنون نوثق علاقتنا ببعض الله قال هاي أحكام أنا الآن دوري ودورك أول ترتيب علاقة أو توثيق علاقة هو بالسلام السلام عليكم إن في السلام سبعين حسنة تسعة وستين للمسلم واحدة للراد على بعض أصحاب رسول الله يقول كانوا يختبؤون خلف النخيل لما أعطاهم الدرس هذا رسول الله إذا يا رسول الله يخرجون السلام عليك يا رسول الله فيبتسم رسول الله يقول فهم الدرس يا أخي ما أريد منك شيء أنا لما أسلم عليك ترمو خايف منك بس في السلام تسعة وستين حسنة إن الحسنات يذهبنا السيئات أجمع عن الحسنات لا السلم عجيبة بعض مرات واحد يدخل لمكان مجلس هذا أبدا هدو ولماذا لا يسلم لا يسلم يخرج أيضا لا يسلم هذا السلام أنا فتكيت من السلام بعد واحد السلام أي ذكرون أخذت السلام بعد شلو نوثق إلى اقتماعك بالمصافح تصافحوا فإن التصافح يقول الإمام الصادق يزيل السخيمة قيل وما هي السخيمة قال الحقد والعياد الآن بعد قال لك والله ما أقدر إجراءات صحية وتباعد راحت المصافحة بعد التصافح يقول لعل ينتقل شيء من إيد إلى إيد الله سبحانه وتعالى إذا تصافح المؤمنان تحاتت ذنوبهم كما تتحات أوراق الشجر في الخريف يقول شيء ما أقدر أخذه بالسلام يمكن أن أسلم عليكم من بعيد السلامة لكن لم يصافحك يستر بينك إناخ أو قبلك هذا الشيء أخذه منك ما أخذه بالسلام فأيضا توثيق علاقة مؤمن مع مؤمن بالمصافحة بعد أن تلغى أخيك المؤمن بوجه بشر طلق لما تأتي بجلس تأتي دوانية بعملك ببيتك يا أخي تلقاهم بجه بشر طلق يعني ليس معقولة عندك غضية خصك أنت الوحيد وتبيد المجلس هذا كله يهتم بغضيتك تقول إلا تسمعون غضيتك لا يمكن أن يكون هذا الأمر أن تأتيهم بوجه بشر طلق بعضهم يقول أنا كله آلام ومحن ومصائب أنت وين شد حجي وين وجه طلق أنا تعبان الإمام الصادق يجيب سلام الله عليه يقول أن المؤمن قوته في دينه إذا عنده قوة رب دينه وحزنه وين في غلبه وبشره في وجه ما تلاقي الناس برؤسك أنت بيدك وجهك تلاقي الناس تدخل شوفونك ترى إذا تعبان راح أعرفك إذا طالع تعبان وعندك مشاكل مبين على وجهك إذا فرحان هم مبين على وجهك راح أسألك ولو الكمام الحين صار ما تعرف هذا من هذاك ما تعرف ما دين زعلان ما دين فرحان ما أعرف بس عيون فيقول لك أن تلغى أخيك المؤمن بوجه البشر طلق وشوف بعض الإخوان الذين رحلوا الآن تحت رحمة الله رغم آلامهم ومعاناتهم كان لما يجلس يغير الوضع يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه أحد أصحابه قال كيف هي مداعبة بعضكم بعضا تأتون ببعض الطلائف أو الطائف قال سيدي غليل ما نفعل قال لا أفعله فإنها من حسن القلق يعني واحد يأتب طلائف وطلائف بس مو تعدي على القيم الإنسانية والإخلاقية تحصرك واحد بزاوية وهذا يحط عليه وهذا يكلم وهذا وصير سخرية لا لا لازم يكون عدم تعدي على الحدود فيقول هاي لازم تأتون ببعض ورد أن المؤمنان إذا جلسوا وجاء بعض الطلائف واللطائف وصار ضحك صار ضحك يقول أن لا يختم المجلس إلا بأللهم لا تم قتنة والاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد فإذا لقيت أخوك المؤمن أنت لقاه بوجه البشر طلب ما يحدث بالدنيا يعني ما يحدث ما يحدث إذا تضحك أو تبتسم بوجه أخيك المؤمن صدق ما يحدث يعني بهالدنيا بعد أن تخبر أخيك المؤمن بحبك له ما يأك واحد يوم قال لك أحبك في الله إياك إي فشلون تحبني في الله أنا أحبك بالله ولو تغيرت المفاهيم الآن قال لها واحد يقول ياني واحد قال أحبك بالله قلت لا عمي مصايب أبي تحبني بالله أكيد وراها شيء أكيد يايب المصيب لا تحبني بالله عندي كافي محبين وأخوان وأصدقاء ما أريد تغيرت المفاهيم شوية يوم الأيام يقول جالس الإمام الباغر سلام الله عليه والإمام الصادق عليه السلام بعض أصحابهم في الروضة النبوية المطهرة جالسين ودخل واحد من الباب فقام أحد أصحاب الإمام الباغر قال سيدي أبا جعفر إني أحب هذا الرجل أنا أحب قال قم وأخبره بذلك فإنها أغرب للمودة والألفة لا تقول لي أنا روح قل له يمكن يصير معاك أخوك لآخر يوم بحياتك أخو في الدين اكتسبتها بمسجد وفيسينية جوان هكذا يقول قم وأخبره بذلك أخوك في المؤمن أكيد تحبني في الله أنا أحبك بعد في الله يعني واحد يحب الثاني في الله ما فيها شيء بعد أن تخبر أخيك المؤمن بضائغتك المالية حتى لا تعيني الشيطان على نفسك الواحد كل واحد يحتاج مغرور هذا ما يقول لنا بليوم ليام لا أحتاج أحد مغرور أعظم يشوف الدنيا إذا أقبلت عليه خلاص قال قال وين أقبلت على الدنيا نسى الماضي نسى أصدقاء الماضي وشفناهم كثر أقبلت الدنيا والله ما حتى ما جالس ما يحضر ف يقول أخبر أخيك المؤمن بضائغتك المالية كل واحد يحتاج إنما الدنيا عواري والعواري مسترد فشدة بعد رخاء ورخاء شدة كل واحد يحتاج الثاني لكن من شكى إلى المؤمن إلى أخيه المؤمن فقد شكى إلى الله يعني أختار أختار لما أدخل لمثال مجلس وعنده ضائقة مع لي وإخواني بس أختار فلان ترى الأصدقاء واحد ضحك بس يضحك معاك وفيما الله واحد يعني احتاجه في الشدة موجود واحد يخلص لك شيء هذا معروفين واحد ضحك فأختار المؤمن لماذا من شكى إلى المؤمن فقد شكى إلى الله ومن شكى لغير المؤمن فقد شكى الله وأنت مخلوق كيف تشكل خالق كيف تشكل الله فاختار مؤلقة سالفتك بكل مكان كل مكان ألقاه ومسولف لفلان ومسولف لفلان لا أن تخبر أخيك المؤمن حتى لا تعين الشيطان على نفسك لأن الشيطان سيقول لك ماذا وين هم بس طيب الله أنفاسك تفضلوا أحسنتم يا أهله مرحبا مجامل وين هذا وين تحتاجه لا تلقى منه شيء فلازم تخبره تقول له إذا لم تخبر أحد ما حجر عنك تخبر أخيك وتختار أخه مؤمن أن تخبره بذلك بضائقة المالية قال أكيد يأني يبي فلوس هذا دائما يطق الباب ليس موجود ليس موجود قال له ليس موجود بعض من زار أخيه المؤمن في داره كان كمن زار الله وكان حقا على الله أن يكرم أزائره بعض نرات إخواني أصدقائب بالدين تشوفهم كل يوم المجالس مقيمة يوميا الحمد لله كل يوم تشوف يغيب يومين ثلاثة أربعة يشوفهم في مسجد لا يسأل يقول لا يسأل يمكن ميت عندما يشايعون تحضر مع الناس التشيع اسأل عنه أخوك المؤمن من زار أخيه المؤمن من غير حاجة إليه يعني ليس أنا معاملة بشيء من غير حاجة إليه كان كمن زار الله ومن أكرم أخيه المؤمن في داره كان كمن أكرم الله أنت مصدق المؤمن مصدق يأتي أمير المؤمنين ويقول إن الزائر أعظم أجرا من المزور خلك أنت جالس لا أستطيع تكسر الحاجز ولو أنت أصغر مني أنا أذهب لك وأسأل عنك ومع أحد ومع بين إخوانا ولا أحد يسأل عنه والله لا أدري خليه مسج بالقروب وصارت هاي حياتنا لا أسأل عنه شوفه ممكن تعبان ممكن شيء بعد من سعى في غضاء حاجة أخيه المؤمن كان كالساعي بين الصفا والمروة ومن غضاها كان كالمتشحط بدمه من شهداء بدر واحد ما يدل الواحد مواصل يعني البعض يقول يقين أنا بشهداء وين شهداء الله يلحق لك بدرجة شهداء بدر واحد أكو واحد من إخوانك مثلا ما يقدر بس يسعى أكو واحد قاعد يقدر يخلص شغلك لكن ما هي ساكت هذا يسعى راح راح ما لقى شنو أجره عمل من أعمال عمره عمل مستحب الساعي بين الصفاء والموض زين إذا غضاها قال المتشحط بدمه من شهداء بدر درجة عالي الله شنو درجة بدر واحد يلحقونك الله يلحقك بهذه الدرجة فتشوف هذا المسكين الماء عنده هذا وانت تخلص لشغلة هي بسيطة عندك أنت أصلا ما يعني ما ما اهتميت لها شيء بسيط لكن عنده حيات موت شوف لما تأتي به وخلص شغلة يرفع عيد بالدعاء يرفع عيد بالدعاء لك والله لحقك بالدرجة شهداء بدر واحد يوم الأيام الحسن المشتبى سلام الله عليه ونحن مجلس اليوم للحسن يطوف في البيت حسن المظلوم يطوف في البيت ودائما من عادته يطوف طوافا مستحبا وإذا برجل يأتي هو يطوف قال سيدي أبا محمد عندي حاجة لا يقضيها إلا وجودك أضع مرة واحد وجودك أنت ابن رسول الله ابن الزهراء ابن أمير المؤمنين لازم تأتي قال نعم ترك الطواف يما رجل قال أتترك الطواف سيدي أتترك الطواف وتذهب مع هذا الرجل قال يا هذا إن غضاء حاجة المؤمن لتعادل طوافا وطوافا وطوافا بالرواية يقول حتى عد سبعين طوافا فلا تقصر لمعانا لا أخوك المؤمن إذا نصداق مؤمن أذهب معه بعد شنو تفرغ أخوان بعد خلاص إنما المؤمنون إخوة فيقول لا تغسر بحاجة أخيك المؤمن اللي يقضيه رسول الله يقول إن حول البيت 120 رحمة 60 للطائفين وأربعين للغائمين و20 للناظرين يعني يكون ناس طوف يسعى يطوف حول البيت هذا شواط الأم الأبوي أسبع شواط الأم الأصدقاء موصيني وكناس تصلي بكل ركن حق الأئمة هذا الركن للإمام فلاني مستحب وكناس تنظر يقول أنت أعبان لا أقدر أطوف ولا أقدر أصلي خلنا نظر للبيت فيقول 60 للطائفين وعندك 70 طوافني عند الإمام وشوف كثر من الدرجات عندك في غضاء حاجة أخيك المؤمن كما يقول فهكذا الأخوة ونتعلم الأخوة من أخوة الحسين سلام الله عليه شوف شكون كان ينظر الحسين لأخيه الإمام الحسن سلام الله عليه هم مؤمن وهم أخوه في الدين وهم شغيغة شنو كانت النظرة إلى نظرت يبقى ينظر لهكذا ينظر الإمام الحسن سلام الله عليه وجرى ما جرى بأيام الحسن هذه المظلوميات التي صبت على الإمام الحسن لليوم أول شيء عدم ذكره في المجالس والحمد لله اليوم ذكرنا لا بيوم ولا أتى ولا شهادته وهذه نعمة أن يذكر الإمام الحسن يخصص له يوم من بين بالشهر يخصص له يوم يومين كل أسبوع إذا ما عندي مناسبة أخصص الإمام المظلوم سلام الله عليه أن يذكر عليه السلام شوف المظلوميات التي صبت عليه على الإمام يعني قالوا صالح الحسن صالح عشر سنوات الحسن كم صالح عشرين كثير ما كانوا يستفزون للإمام الحسن يقول يلا بعد شهادة الحسن سلام الله عليه قال إني ملتزم بما التزم به أخي الحسن سلام الله ملتزم بما التزم به الحسن الحسن قام بدوره بأكمل وجه أحد العلماء يقول نحن نعيش بنعمة صرح الإمام الحسن ودم الإمام الحسين جهاد جاهد الإمام الحسن فانتهى جهاده بالصلح والحسين جاهد فانتهى جهاده بالشهادة كل واحد لا دور الحسن والحسين إمامان إن قام ما كانت الناس مهتمة بهذا الحديث ما تعرف المغزة والمعنى من هذا الحديث وأن لكل من الحسن والحسين دور في هذه الأمة دور الحسن ودور الحسين سلام الله إمامان قام أو قاد والحسن ما كان وقاتل وبعث بجيش وما صالح ويو صالح من الصفر من نغدة الصفر ما يتصالح خط إسلامي أصيلها مثل الحسن ها يرجع إلى رسول الله مع خط أي خط آخر أبدا الإمام الحسن سلام الله عليه كل شيء كان عنده سلطة غضائية كانت عنده شهادة لا تغام الله عنده بعد سلطة تشريعية عنده تنفيذية بس نعطيها الغير وزعموا 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 ولكن الحسن قال الإمام ثوب ألبسنيه الله سبحانه وتعالى ومكان نصبه بيد الله فخلعه بيد الله الإمام مونتخابات ولا تسكية ولا منحة ولا نحلة حتى تعطيها الواحد ثوب ألبسنيه الله سبحانه وتعالى وظل الإمام الحسن سلام الله عليه وعرف أن الدم مهذا وقته إمام الحسن عرف مهذا وقت الدم تدري لو الإمام الحسن مقاتل في ذلك الظرف لقتل الحسن والحسين والعباس والصف والصالح التي بقيت من صحابة رسول الله صحابة أمير الممنين وتدري الإعلام لليوم ظالم الإمام الحسن هم وين يعصبونها برأس المظلوم يقول قاتل لكرسي لمنصب هذا المعنى أبداً ما يريد الإمام الحسن الغضيطة غضيطة أسمى الإمام الحسن ولذلك ظلم يقول لأنت أمير من غريش وهو أمير من غريش بس أنت جيشك أغل من جيشه أحقن دماء المسلمين أحقن دماء المسلمين إمام شرعي نصب من الله على لسان رب العالمين ولسان سيد المرسلين يقول له أحقن دماء هذه مظلومية وتالي السلام عليك يوم ذل المؤمنين يقول له شوف بالرسائل تأتي أيام شهادة ولادة السلام عليك يوم عز المؤمنين واحد يقول له يا ليتنا مت ومتنا معك قبل هذا اليوم قال له اجلس أن جدي رأى فيما يرى النائم أن بني أمي ينزون على منبره كما تنزل غرده ضح الصاعد وعد نازل فشق عليه ذلك ولم يرى ضاحكا ضحكة جل ضحكة التبسم في وجوه المؤمنين شق عليه ذلك حتى نزلت الآية وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة فسرها أمير المؤمنين عندك التفسير فسرها أمير المؤمنين سلام الله عليه ليس على دورك دور جدي وترك كل شيء الإمام ورجع إلى مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله كريم أهل البيت دار العلم للإمام عشر سنوات يقول أمهلوا الإمام أمهلوه لا والله يقول لقد سغيت السم أربع إلى ست مرات ولكن ليس مثل هذا السم وكل أئمتنا ترى أغلبهم مسمومين شفتولكم إمام من أئمتنا المسمومين حطولهم طشت أمامهم إلا الحسن المشتبى سلام الله جاءوا بهذا السم من ملك الروم قالوا نريد السم منك قال هذا السم شريعتنا ما نسغيه شريعة الروم ما نسغيه لأحد قالوا لهذا لابن الرجل الذي ظهر في تهامه أدونا وأدوك بالرسل الله قال إيه ودوا فوضعوه في غضيب من حديد ليش غضيب من حديد قالوا لو وقع على الصخر لتفسر الصخر من حرارته هذا وين راح راح إلى كبد الإمام إلى أمعاء الإمام فقطعها تقطعها وآخر اللحظات يقول الحسن الحسين عند رأسه وجئ له بذلك الطجت حرك الأمعاء بالعود ويرم هذا الحقد ما صنع به فبكى الحسين سلام الله عليه قال أبا عبد الله أتبكي علي وفي جرح واحد كيف بك إذا ازدلف عليك ثلاثون ألف وأنت وحيدا فريدا لا نصرا لك ولا مؤين لا يوم كيومك أبا عبد الله اللي ينكر يقول كل الحسين الحسين يقول لهو الحسن يقول لهو الحسن يقول لا يومك يومك أبا عبد الله وبهاي الحالة والإثنين أخوان ينبعضوا الحسن ها بهذه الحالة والحسين عند رأسه وإذا بالباب يطرق من الذي جاء لعيادة الحسن في هذه الحالة صاحت أنا الفاجد أمي وبي وأنا الجاية عافل خير يا أخو يا حسين أخاف يزول في لا راح الحسن يا حسين يا حسين يقول ما لحق يشير الطشتال حسين دخل الزينب يقول طبت وشاف تيويين ومسنديين من شاف خيت مجبل بطل ونين صاحت يحسين تتشيل بصدرك أخوك الحسن وحزام ظهرك أخاف الموت من بعد يفدرك بهذه الحالة يقول الثلاثة مع بعض الإخوان الحسين والحسن وزينب يقول الإمام شهق شهقا وفاضت روح الطائرة وان حسين وان وصفك بيد وان وان أتلم فارج عضيد يخوي العمر بعدك ما أريد يخوي اليوم عدوانك مغيد يقول حملوا الإمام ها لتجديد العهد بجده رسول الله يقول لكن منعوهم ها من دفن الحسن وصية الحسن للحسين أخي أبا عبد الله لا تهرغ بي غدر محجم الدم وعرج بي على أمي الزهراناك عرج على قبر البتول بنعشبينها أدفنا بك ترها بالشتي هي هو الحزن عرج بي للبغيح أدفن رأسي أم تطيب مجالسي وخدك محفور وأنت تريب وليس حريبا من وصيب بماله ولكن من وراء خريب مدرش لا أبايا من نزل بقبر فقالوا بالأخسين شكبر صبر ورجع الزينب ها يكفك في دموعه بكمه الزينب يا با محمد نحلج اسمع لفرقك يا با محمد نحلج اسمع لفرقك يا أخوي نروح كل لحنا في داياك اخذني للقبر يا أخوي وياك بس انت يا بحر الجود تسلم ورجع الزينب ها يخف دموعه عن زينب زينب أسرجت الضياء مكان وفات الحسن صاحت علي مكتوب كل أحلي وادعوني وشاهد كل مصايب هم يردوني يا هل ما شيء ينعني وياكم اخذوني أنا زينب أصيح وما تسمعوني يا زينب شلون حالك اليوم الحسن داخل عليك أمي سياش الحسن دافن أمير المؤمنين اليوم الحسن الحسن دافن الحسن قالت يا حال شلون حال الفقدة ابن أمها تحاجي يا أخي وما يكلم واشوف أحسين غني دمعتي ضم سيدتي زينب انت شفتي طشتين ها طشتها شفتي هذا أمامك أو طشت بالشام عندك بعد طشت أي الطشتين أعظم طشت ثاني شفت بعراسهم الأكبر ينشدين يزينب يا مصاب أكثر أقل لهم مصاب وحسين هو أكبر ليش سيدتي وهذا الحسن شقيقش الأكبر تقول الحسن شفت أخوتي أمي وادعونه يوصيهم وهم أمي يسمعونه أخوي حسين محد غم ضعيونه قانعنا التراب ولا يوارونا يا زينب ها وحيدة يقول ظلت زينب بالتالي تنظر شمالا يمينا ها يا غريبة وشايلة بعين جنهار مني ندولك يا بتحيدر شفيل ابحى الظلام مني ندولك قمار طولك اللي كان شوفه مستحيل اليوم يا هلكان يا زينب نظار ضم دمعي يا ايج خلي للشام تدموع لما صبرك باشر وداح وسفا ويغر يا زينب صاحت خويا مشي أنا مشي أنا وحثرة الناقة خويا مشي أنا وحثرة الناقة اوفرت صيحة الزلم صاحت تعالوا تفرجوا يا ناس زينب بتعلي طاحت والله تعالوا تشمت يا ناس زينب بتعلي طاحت بالسوق كثر ما عدت والنسوان بالسوق أثر قيد السلاس الضار بالسوق خويا سنة ونص ما نسيت الصار بالسوق أنا طحت من ناقت وضحك وعلي يا اي طحت من ناقت وضحك يا اي وعلي لا حول ولا قوة إلا إنا لله وإنا إليه وانتم من المعسين الله يتغبل لكم عزاكم الله بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوق ويكشف السوق بسمك يا الله يا الله يا الله يا الله بسمك العزيز الأعظم الأجل الأكرم فرج عنا يا الله عنا سامعين المقصدين المعنيين اشفي كل مريض لا سيما مرضانا في المستشفيات البيوت اللهم قلنا عليهم بالشفاء العاجل شافهم بالشفائك داوهم بدوائك عجل وليك الفرج عنا من أنصاره أعوانه الذابين بين يديه تغبل منا هذا الغليل مواساة لأهل بيت نبيه مؤسس اللهم تغبل عمل أحفظه جعله حرزا له في الدنيا والأخير إلا أمواته أمواته أموات الجالسين السامعين من مات على الإيمان ثوب الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وعلم ما هو شافه للذين يدفع العزارة والذين يتساعد العزارة والذين يدفع العزارة والذين يتقل والذين يشعر خلوا الله أكبر أو خلوا دميع زينك عامتك سكشا وجاء يسمي حسين جدك عارضوني فياب عجل يا مه